الرحمن الرحيم ربي يشرح لي صدري واصدري لأمري وحلوة تكون الليساني يفقى قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين قناة مصر التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم حلقة اليوم مخصصة لطلبة الصفة الأول الثانوي الصناعي قسم تبريد وتكييف نظام الجدرات النهاردة هنتكلم إن شاء الله على الوحدة الرابعة بعنوان تشكيل المواسير والحم هنتكلم النهاردة على موضوع مواسير المستخدمة في التبريد والتكييف وأنواحها وأكترها ونتكلم على نقطة مهمة جدا موجودة وهي تعتبر أبرز حاجة موجودة في الوحدة ديت وهي الهيتران صفيد أو انتقال الحرارة وهنا أخذ ثلاث طرق لانتقال الحرارة ونفهمهم كويس جدا الوحدة الرابعة بتتكون من أربع مخرجات هنأخذ النهاردة إن شاء الله المخرج الأول والتاني والتالت إن شاء الله نتوقع الله نشوف الوحدة بتتكلم معنا عن إيه المخرجات الوحدة بتاعتي أول حاجة هنبتدي بالمخرج اختيار مواصفات المواسير بعد كده نتكلم على تشكيل المواسير بأنواحها المختلفة بعد كده نتكلم على توصيل المواسير بأنواحها المختلفة نبص مع بعض على أول نقطة وهي اختيار مواصفات المواسير هنتكلم في الموضوع دوت على خمس نقاط هنتكلم على أنواع وخواص المواسير المستخدمة في مجال التبريد والتكييف نأخذ أول حاجة أنواع وخواص المواسير المستخدمة في مجال التبريد والتكيف تستخدم المواسير النحاس المستخدمة بكسرة في التبريد والتكيف فنأخذ أنواحها وهنأخذ أكترها وهنأخذ السمك بتاعها نبص كده مع بعض بتستخدم مواسير النحاس بكسرة في دوائر التبريد والتكيف بسبب ايه هي بأسباب اللي أنا بتخلين اللي أنا ألجأ لمواسير النحاس اول حاجة جودتها رخص سمنها سهولة تشكيلها اختلاف اكترها والتبادل الحراري بتاعها الجيد عدم تفاعلها مع مركبات التبريد نخش على انواع مواسير النحاس لو حد سألك انواع مواسير النحاس المستخدمة في مجال التبريد وتكيف بتنقسم تبعا لوفقا للسمك ووفقا للمرونة بالنسبة للمرونة في عندي بيومينها نوعين في النوع الطري اللي هو الصفت وفي النوع اللي هو الجامد النوع الصفت تشكل سهل التشكيل عشان طري غالبا بدون معاملة حرارية ولا يحتاج لوصلات جهزة ويفضل في الخطوط القصيرة ومتوسطة والملفات وتصنع على شكل لفائف نوع جامد لا يشكل الى بعد المعاملة الحرارية ويحتاج لوصلات جهزة مثل حرف الت ويفضل في الخطوط الطويلة وهو صعبة الثانية ومستقيمة الشكل دي انواع مواسير النحاس اللي احنا قلنا بتختلف على حسب السمك او المرونة والمرونة في منها اللي هي المواسير الطريه وفيه المواسير اللي هي الناشفة لابتة الف السوق تمام وديت المواسير والاقطار والصمك الخاص بالنسبة للمواسير ان حاس المصحوبة على الناشف والمصحوبة هنا وقت على الطريه عندي من اول ثلاثة ثمان تمام احد هنا هو تمن خمس ثمان وتمن تمام انواع كتير وكمان عندي السمك الجدار او سمك المواسير هنا بالنسبة للهرد او الناشف وهنا بالنسبة للطريه مواقصات المواسير نبس كده مع بعض عندي النص بوصة روبع بوصة تلاتة اربع بوصة عندي التمن ثلاثة ثمان خمس ثمان ثلاثة على ستاشر خمسة على ستاشر سبع على ستاشر دي بالنسبة للأقطار اللي هي الموجودة في السوق طرق فحص المواسير طريقة فحص المواسير اتأكد من عدم وجود خن او تسريب او كسر في المواسير اتأكد من عدم احتكاك مواسير مع بعضها طريقة السبدال المواسير فحص الوحدة عن العمل في بتم فصلها تخزين او تفريغ مراكب التبريد من الوحدة قص او فك المسورة التالفة تركيب المسورة الجديدة الحاد منعم العملية تفريغ شحن وتجريل الوحدة طرق تشكيل المواسير اول حاجة انه بتكلم على لو المواسير بتجيلك بتجيلك على شكل لفائف طريقة فرد مواسير النحاس يجب فرد مواسير النحاس على طولة واستخدام كتلة خشب لتعديل اليه الانبو عندي نهوات طريقة قطع مواسير النحاس قطع مواسير النحاس يستخدم سكينة قطع الكلام ده طبعا هنشوف في الورشة ونبص على سكينة القطع لو انا محتاج المواسير ديت بعد ما بفردها محتاج طبعا اشوف الاطوال بتاعتي واطحها وده طبعا هيبقى عندنا تمرين نحاس موجود في الوحدة دات لازم نشتغل عليه الطريقة الثانية المواسير باستخدام في حاجة اسمها زنبروك لهو بيبقى عبارة عن ياي او سوستة وبتتحط في المصورة وبتم سانيها بالطريقة اليدوية زي ما احنا شايفين كده تمام وبعد كده بيبقى عندي نوع تاني وهو اللي احنا بنشتغل عليه بقى اللي هي التناية المواسير بكزا كتر موجودة عندي احط المواسير وعمل تكوية ربع او نص طريقة توسيع المواسير دي العمليات بقى اللي بيتم على عملية المواسير طريقة توسيع المواسير طبعا بيستخدام طاقم توسيع وقالب تكون بتوسيع الانبوبة ودخلها في الانبوبة الاخرى الكلام ده طبعا برضو بتعمل في التمرين العملي اللي احنا هنشتغل عليه بيستخدام اصابع توسيع اما بيبقى عندي هنا منجلة وبحط هنا المصورة وبيتم منهوة عن طريق شكوش وبيتم عملية توسيع او بالطريقة دية زي ما احنا شايفينها بيتم بالطريقة المانول طريقة خفص مواسير النحاس يستخدم لخفص مواسير النحاس عجلة تضييج زي تباكرات دليلية او زرادية كابس اللي هي الزرادية الخفص اللي هي موجودة عندي طرق توسيع المواسير بيتم توسيع المواسير بعضها ببعض لاما عن طريق وصلات الفلير بيستخدام قلة الفلير اللي عمل شفة فلير بزاوية 45 بيبقى عندي هه المنجلة الفلير والزرجينة بتاعتي تمام بحط المسورة وبيتم عملية عمل شفة الفلير تمام طبعا دي مهمة جدا في عملية الرباط رباط المواسير بعضها ببعض واما فيه برضو طرق اللحام لانا بوصل المسورة بمسورة بيبقى عن طريق لانا اعمل توسيع في المسورة وادخل المسورة التانية وبتم عمل عملية اللحام كواعد تخزين المواسير لما بيجيب مجموعة من المواسير وعايزة خزينها فترات طويلة بيتم عمل بيبقى عمل تطبيب نهاية المواسير بعد كل استخدام لحميةها من الاتربة طبعا بطببها طبعا يعني بقى اكيد بقى فلدية عشان ما يخشش اي طراب جوه المواسير خلي بالك المواسير دي تركه في دار التبريد تمام تغليف الاسطح الخارجية لمواسير لحميةها من العوامل الجوية عشان ما يحصل لاش اي مشاكل من الرطوبة والكلام ده حفظ المواسير في اماكن بعيدة عن التعرض لصدمات مهما كان صدمات ايه بسيطة محرضهاش في مكان معرض لاي خبط والكلام ده عدم رامل المواسير على الارض عدم رامل المواسير على زملاء طبعا دي حاجة اساسية يجب ان يكون مكان حفظ المواسير نظيف وجاف تعال بقى ناخد مع بعض التجربة المهمة جدا موجودة عندي دي طبعا تتعمل في المعمل تحديد الكسافة والكتل والحجم تمام الكسافة تعال انا اعرفها كده مع بعض هي كتلة وحدة الحجوم من المادة وتقاس بالكيلو جرام لكل متر مكعب الكتلة هي مجدار ما يحتوي الجسم من المادة وتقاس بوحدة الكيلو جرام الحجم هو الحيز الذي يشغله الجسم وكاس بوحدة المتر مكعب يعني ما معناه الكسافة هي الرو الكتلة هي الام الحجم اللي هو الفي نبص كده مع بعض كتلة على الحجم يعني كيلو جرام على المتر مكعب وهي وحدة الكسافة يبقى من الوحدة بتاعتها اعرف هي القانون بتاعها الرو اللي هي الكسافة كيلو جرام على المتر مكعب بيساوي الكتلة على الحجم الكتلة كيلو جرام والحجم متر مكعب تعالوا نبص مع بعض على تجربة زي كده عايزين نحدد فيها او بميديك كسافة الحديد كسافة النحاس كسافة الالمونيوم عايزة حدد الكتلة بقى بتاعت الحديد والنحاس والالمونيوم بيستخدام صورة من الحديد نحاس الالمونيوم عندي تلات مواصير حديد نحاس ألمونيوم الكسافة بتاعتهم معلومة موجودة هي تمام بيديك كتلة داخلي 52 من 100 سنتيمتر وكتلة خارجة 2.6 من 10 سنتيمتر الغارة من التجربة زي ما احنا قلنا في البداية تحديد كتلة مصورة الحديد والمصورة التانية النحاس والمصورة التالتة اللي هي الألمونيوم بمعلومات الكسافة الكسافة اللي هي موجودة معي طيب عشان اجيب احنا قلنا الكسافة بيساوي الكتلة على الحجم وانا لو كده لو انا عايز الكتلة يبقى بيساوي الكسافة في الحجم طب انا عايز اجيب الكسافة او انا الكسافة عندي عايز اجيب ليه الحجم الحجم بيساوي ايه الحجم اللي هو متر مكعب بيساوي المساحة في الطول المساحة متر مربع الطول متر يديني متر مكعب تمام طيب مساحة المصورة بقى بيساوي ايه باي على اربعة. واقول هنا بقى. هي دي تربية. بس انا عندي نهوات الكتر الخارجي وكتر الدخلي. يبقى دي واحد تربية. اللي هو الكتر الكبير اللي هو الخارجي. ناقص دي اتنين تربية. واضربهم هنا في الايه? في الطول. طب تعال كده نشوف كده مع بعض. طول المصورة مدهالي خمسين سنتي. تعال بقى بالنسبة للحديث. تمام? يلا. المساح باي على اربعة. دي اتنين تربية. ناقص دي واحد تربية في الباي على اربعة. الكتر الخارجي عندي كام? اهو. اتنين وستة من عشر. تربية. ناقص اتنين واربعة وخمسين من مية. تربية. تمام? ده اخلي بالك انا اشغال كله بالسنتي. لما اشتغل بالسنتي. لما اشتغل بالايه? بالمتر. كل الوحدات انا سنتي. اشتغل كله سنتي. وبالتالي النتيجة عندي تطلع الاثناشر واحد من عشرة سنتيمتر مكعب. تمام? يبقى انا اشتغل بالجرام والسنتيمتر مكعب. طيب. دي بالنسبة للحديد. طلعت ليه? الحجم. طيب الحجم بقى. طيب لو انا ضربته في الكسافة يديني كتلة. يبقى الكتلة بيساوي الكسافة في الحجم. الكسافة ابص كده انا بتكلم على الحديد. كسافت الحديد سبعة وسبعة وتمانين من مية. ماشي في الحجم اللي انا نستطلعه اتناشر واحد من عشر. تديني ايه? خمسة وتسعين واتنين من عشر. تديني الواحدة ايه بقى? جرام. خلي بقى لكن هنا شغال جرام سنتيمتر مكعب سنتيمتر مكعب. يبقى الواحدة هتطلع لي بالكتلة. هتطلع لي هنا بالجرام. بكده نقوم انتهينا من المخرج الاولين اللي هو السهل جدا ومفوش اي حاجة. تعال نخش بقى على المخرج التاني. تعال بقى مخرج اه مهم جدا. تعال بقى ايه نشوف موضوع ايه? انت انتقال الحرارة. الحرارة وانوحها وتعريفات الحرارة. دي اول نقطة. ده طبعا كل الداتا اللي موجودة في المخرج التاني اللي اعتبر اقوى مخرج فيه. تاني حاجة عندي العوامل التي يتوقف عليها كمية الحرارة. وامثلة على حساب كمية الحرارة. طرق انتقال الحرارة اللي هو التوصيل والحمل والاشعاع. ناخد العمليات الخاصة من وصيل التبريد ليقطع توسيع في لير ثاني خفز تنتهي بتمنع. طبعا الكلام ده بيتم في العملي بتمرين نحاس لازم يتعمل. في المخرج ده يبقى احنا في المخرج ده لازم تمرين نحاس هنشتغل عليه ونعمل فيه العمليات اللي بتتم على المواصيل سوى قطع توسيع في لير ثاني. الحرارة هي احدى صور الطاقة التي لا تفنى ولا تخلق من عدم. تمام? وتنتقل الحرارة بالتسخين او التبريد من المنظومة والوسط المحيط بها نتيجة فرق درجات الحرارة داخل المنظومة وخارجها. وارمز بالحرارة كيو وحدتها جول او كيلو جول. علما بان الحرارة مطروضة من المنظومة تكون سالبة. مثل الحرارة مطروضة من المكسف. تمام? اما بينما الحرارة مضافة للمنظومة اللي هي موجودة بقى في المبخر. اللي هي مكتسبة في المبخر بيكون بايه مجابل ان هي مضافة. تمام? والحرارة اما ان تكون حرارة محسوسة او حرارة كمنة. طب دي معلومة كويسة جدا. تعال بقى ناخد الفرق بين الحرارة المحسوسة والحرارة الكمنة. الحرارة المحسوسة يحدث تغير في درجة حرارة المادة ولكن لا يحدث تغير في حالة المادة. وتغير درجة حرارة المادة نتيجة اضافة او سحب كمية من الحرارة. القانون بتاعي لانا بشتغل عليه كيو بسوء الام دوت سي بي دلتا تي. دلتا تي هي فرق درجات الحرارة. الكيو كمية الحرارة المحسوسة وتتأس بالواط. ام دوت معدل سرين المائع. سي بي الحرارة النوعية بثبت الضغط. الدلتا تي او فرق درجات الحرارة تي 2.1 اللي هي فرق درجات الحرارة. طيب احنا بنقول هنا الحرارة المحسوسة يحدث تغير في درجة الحرارة المادة ولا يحدث تغير في حالة المادة. يعني الحالة عندي طبعا حالة المادة ممكن تبقى حالة سائلة ممكن تبقى حالة صلبة ممكن تبقى حالة غازية. الحالة الحرارة المحسوسة اللي هي بيحدث تغير في درجة الحرارة بتاعت المادة. يعني مسلا عندي مائع مسلا مسلا زي المية كده في صورة ايه? سائل. ممكن درجة حرارة تطبقى عشرين تلاتين اربعين. تغير درجة الحرارة دي اسمها حرارة ايه? محسوسة. لو انا بسخم مسلا من عشرين لحد مسلا تمانين. دي اسمها حرارة بياخدها. حرارة ايه? محسوسة. اما بالنسبة بقى للحرارة كمنة اللي هي بتوصل المادة دي بتوصل لدرجة حرارة التشبع. وبيبدأ عندها بقى. مفيش تغير في درجة الحرارة. ولكن حالة المادة هي اللي بتتغير. يعني مسلا زي ايه? مسلا انا جبت مية في سائل هي. والمية ديت وصلتها لدرجة حرارة مية. دي كده حرارة محسوسة. بعد ما وصلت للمية انا برضو مستمر في عملية التسخين. طيب دي اسمها حرارة ايه بقى? حرارة كمنة. حرارة ايه كمنة? لان لدرجة حرارة المية مش هزيد عن مية خلاص. لأوصلت للتشبع. ولكن المادة هنا حالتها بتتغير من سائل البخار. عشان كده اسمها حلقة ايه? الحرارة الكمنة. تغير في درجة الحرارة? لا. درجة الحرارة سابتة. ولكن حالة المادة هي الصغيرة. دي الفرق بين الحرارة المحسوسة والحرارة الكمنة. تمام? نكمل مع بعض. آه الحرارة المحسوسة ما احنا شايفين كده هي كمية الحرارة المنقولة اللي تؤدي الى رفع او خفض درجة حرارة المادة دون تغير في حالتها غازية او سائلة او صلبة. الحرارة كمنة كمية الحرارة منقولة تؤدي لتغير حالة المادة. حالة المادة هي اللي بتتغير بقى. سواء كانت غاز او سيل او صلب بدون ان يحدث تغير في درجة حرارة المادة. ومن امثلات الحرارة كمنة للانسهار. تعب انا اخد ايه? شوية تعريفات اللي ايه? الحلوة ديت. الحرارة كمنة للانسهار. هي كمية الحرارة تتمي اضافتها لتحويل المادة الصلبة الى مادة سائلة مع سبات درجة الحرارة. الحرارة كمنة للتبخر. هي كمية الحرارة التي يتم ازالتها من المادة سائلة لتحويلها من الحالة الصلبة مع سبات درجة حرارة. الحرارة كمنة للتجميد هي كمية الحرارة التي يتم اضافتها لتحويل المادة من سائل الى غاز مع سبات درجة ايه? الحرارة. الحرارة كمنة للتكسب. هي كمية الحرارة تم ازالتها من المادة اللي تحولها من غاز الى سائل مع سبات درجة الحرارة وده الكلام ده اللي بيتم فين في المكسف تعال بقى كده ناخد العوامل التي توقف عليها كمية الحرارة وامثلها على حساب كمية الحرارة العوامل التي توقف عليها كمية الحرارة او الحاجة كتلة الجسم فرق درجات الحرارة هي الدلتة تي نوع المادة او الجسم او مطلق عليها الحرارة النوعية بسبوط الضغط تمام اللي هي تمام يبقى عندي نوة الكيو اللي هي كمية الحرارة تمام بيسوي الام اللي هي الماس اللي هي كتلة كيلو جرام وعند هنا هوات السي بي الحرارة النوعية بتكيلو جول لكل كيلو جرام كيرفين وهنا فرع درجات الحرارة لوها تتنيين ناقص دي واحدة تمام تطلع لهنا الوحدة بكيلو جول تمام بالكيلو جول هنا عشان انا معاوض هنا هوات الام بالكيلو جرام اما ديت لو ماس في لوريت او كيلو جرام على الثانية تطلع لهنا الوحدة بالكيلو جول على الثانية يعني معناها كيلو واط تمام طبعا انت لو عندك الوحدات ديت موجودة هتختصر الوحدات دي كده مع بعض هتلاقي الوحدة طبعا تلعي طلعي طلعك هنا بالكيلو جول طبقها وتشوفها موضوع بسيط جدا ومش اي حاجة هدي القانون بتاعي احنا بنعتمد عليه في شغلنا ام سي بي دلتا تي tek 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 عندي هنا الحرارة النوعية بسبوط الضغط طبعا عندي بالنسبة للمياة عندي السي بي بتاعتها اربعة ومية سبعة وتمانين من الف كيلو جول لكل كيلو جرام عندي بالنسبة للتلج وعند الحديد كل مياه او كل مادة وليها السي بي بتاعتها الحرارة النوعية بسبوط الضغط وتعرفها هي كمية الحرارة اللازمة لرفع او خفض درجة حرارة وحدة الكتلة من المادة درجة واحدة فقط ووحدتها كيلو جول لكل كيلو جرام كيلفين تعال بقى ناخد مثال وانطبق دي حاجة كويسة جدا عشان نقدر نفهم الموضوع ده احسب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد كيلو جرام من الماء من خمسة الى خمسة وعشرين دي دلتا تي عندي تي واحد ودي اتنين او تي اتنين ازا علمت ان الحرارة النوعية للمية هي سبتة بس انا اجابها لك كمان عشان ما تحفظهاش يبقى عايز كمية الحرارة كمية الحرارة يبقى هو من الداتة بتاعت اللاجة اللاحة عندي نوات الام وحد كيلو جرام تمام وعندي نوات تي اتنين وعندي تي واحد وهي الحرارة النوعية اللي هي السي بي طبعا بتعويض سهل جدا او اللي عندي الحل الكيو بساوي ام سي بي دلتا تي اعود الام بواحد السي بي باربعة ومية سبعة وتمانين من الف وفرع درجة الحرارة اللي هو خمسة وعشرين نقص خمسة تيدي الواحدة عندي تلاتة وتمانين ووي سبعة من عشرة كيلو جول ناخد تمرين كمان احسب كمية الحرارة المزالة تمام المزالة لتبريد تمنتاشر كيلو جرام من المية من درجة حرارة تسعة وعشرين الى تلاتة تمام ده مفروض ده مدام مزالة تطلع بالسالب بس انا عشان ما طلعش بالسالب اقول لي درجة حرارة كبيرة انا الصغير اذا علمت ان الحرارة النوعية للمية ماشي سابت برضو اجيب الداتة بتاعتي الام عندي تمنتاشر كيلو جرام لازم اكتب المواطيات بتاعتي صح وبراحة كده عشان ما اطلع بطش اللي انا اشوفه في المسألة بطلع واحدة واحدة عندي تي واحد وتتنين وي سي بي واجيب على الحل زي ما احنا القانون اللي احنا بنتعود عليه القانون بقول كيو اه ام سي بي دلتا تي تمام اعود تعود مباشرة على طول ما فيش اي تحولات وتطلع لين هو عندي الف تسعمائة تسعة وخمسين كيلو جول طبعا لو حد عايز عندي بجول بوم ضرب الكيمة ديت في الف تطلع لي الوحدة بجول ناخد بقى طرق انتقال حرارة وده موضوع مهم جدا واعتبر ابرز نقطة موجودة في الوحدة ديت واتقالهم طرق انتقال حرارة عندي هنا تنتقل حرارة من مادة الاخرى بسلاس طرق بالحمل والتوصيل والاشعاع عندك المثال اللي هو موجود ده تلت طرق انتقال حرارة بيتموا اقدر افهمه من خلال المثال اللي قدامي ده مثال سهل خالص هو انتقال حرارة من النار لسطح الاناء الخارجي نبص كده او للهوى من النار للهوى اللي حوالين سطح ده بالاشعاع تمام عندي نهوة سطح الخارجي للاناء ده هيسخن فهيسخن السطح الايه الداخلي انتقال حرارة في السطح الصلب ده خلي بالك ده بالتوصيل او انتقال حرارة من السطح ده لليد دي ما اليد دي معدن ودي معدن يبقى بالتوصيل تمام قلنا من شوية لو انتقلت الحرارة من السطح الخارجي لسطح الداخلي بالتوصيل طيب من سطح الداخلي للمية بالحمل تمام ومن كده اقدر افهم موضوع انتقال الحرارة اللي هو الهيطة الرنسفير تعالى بقى كده انتقال الحرارة بالحمل موضوع مهم جدا وتعالى بقى نفهمه كده بالراح انتقال الحيو الحامل هو انتقال الحرارة بين سطح صلب ومائع المائع ده ممكن يبقى هوا وممكن يبقى مائع انتقال الحيو الحامل في منه نوعين فيه انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي وفيه بالحمل الجبري تمام؟ بالحمل الطبيعي الذي يعتمد على تغير كسافة المائع تمام؟ يعني مثلا میں لدي مثلا في المكان دوت هوى بارت الهواء البارد لو أنا بردته أو أنا بردته الهواء البارد ينزل تحت الهواء السخني يطلع فوق نتيجة تغير لإيه؟ الكسافات يعني في حرق بتحصل نتيجة تغير لإيه؟ الكسافة بس عندي بقى انتقال الحرق بالحمل الجابري اللي هو بيعتبر أقوى منه لأنا بجبر الهواء اللي هو يتحرك عند Mario كوا محركة زي المروحة مثلا تمام؟ يعني مثلا بقولك انتقال شاب الحرق بالحمل الجابري اعرف لان في عندي فانة او كوة محركة. طبعا دي بتبقى اسرع. يعني اديك مثال لو جبنا مسلا آآ كوباية شاي او بضاية حطناها سخنة لسه طلعا. حطتها. تمام? انا لو سبتها فترة عشر دقيق ربع ساعة هتبرد لوحدها. صحي كده? طب انا لو جبت فانة او مروحة وتحدي جاي مسلطها على البضا داية. لايه السخنة? ايه اللي يحصل? تبرد في خلال دقيقة ولا دقتين. ليه? انت عملت انتقال حرارة سريع. ده انتقال حرارة او ده فرق بين انتقال حرارة بالحمل الجبري وبالحمل الايه? الطبيعي. حمل جبري يعني فيه مروحة. طب انتقال حرارة بالحمل قلنا انتقال حرارة بين سطح ومائع. بين سطح ومائع. زي مسلا انا 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 مسال انتقال حرارة. اعجب لك مسال بقى فيه التلاتة انتقالات حرارة. يعني مسلا انا عندي انتقال حرارة من الشمس. وبس انا باجي بقى جوه القوضة. على ايه جو ده درد حرارة ايه? مرتفعة صح ازاي درجة حرارة الشمس وصلت لجوة بص كده معايا من اشعة الشمس للهوى الخارجي المحيط للحيطة بتاعتي ده انتقال حرارة اسمه انتقال حرارة بالاشعاع من الشمس لحد للحقت طب الحقت الخارجي وصله درجة حرارة الشمس وسخن صح هيوصل لدرجة حرارة الداخلي للحقت وده اسمه انتقال حرارة التوصيل انتقال حرارة التوصيل انتقال حرارة بين جسم ايه صلب يبقى الحيطة الخارجية للحيطة الداخلية ده انتقال حرارة ايه بالتوصيل طيب سطح الداخلي للحيطة عندي سخن ايه هحصل ايه هحصل انتقال حرارة بالحمل بين السطح الداخلي وبين الهوى الموجود جوه الاوضة يبقى كده عندي التلات انتقال حرارة حصلت من الشمس لحد الاوضة عندي مساخن الهوى الموجود جوه يبقى من الشمس للحقاط الخارجي وصل بالاشعاع من الحقاط الخارجي للداخلي توصيل من الحقاط الداخلي للهوى اللي موجود جوه ده انتقال الحرارة بالحمل ده التلات طرق وكل طرق من ديها فيها قانون لا نقدر عوط بيه ده خلينا في اول موضوع معايا هو انتقال الحرارة بالحمل هو انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي وانتقال الحرارة بالحمل الايه الجابري نبص مع بعض بقى عندي انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي مش جابري بقى لا يوجد به اي وسيلة لتحريك الهوى لكنها يعتمد على حدوث تغير في كسافة المائع يؤدي الى حركته المشي اي سننتقل الحرارة بالحمل الطبيعي النتيجة ان تكون حركة الماء نتيجة من طيرات الحامل يتلشق من تغارت كسافة المياع يعني الهوى او الماء لما كسافتها بتتغير يبدأ يتحرك بقى ازا ما احنا شايفين الهوى البارد لو ان هل هو بارد هو الساخن هل هو بارد ينزل اللي بقى Tastecasting Agriculture واقعى سننتقال الحرارة بقى استخدام الحرارة بالحمل الطبيعي في الايه اللي هو مساحة السطح المعرضة لانتقال الحرارة في فرق درجات الحرارة بين درجة حرارة السطح ودرجة حرارة الايه للمحيط المحيط ده ممكن يبقى هواء او مية تمام طبعا عندي مثال هوات لو عندي سطح ساخن ونسابه انتقال حرارة بالحمل الطبيعي اللي بيحصل لان السطح الساخن ده لو جبت حتى تتحديده سخنة اللي بيحصل لان الحرارة بتنتقل من السطح ده للهواء المحيط صح انتقال حرارة ايه بالحمل يبقى كيمية الحرارة معامل انتقال حرارة بالحمل بالنسبة هنا للهواء وعندي هنا هو اللي هي المساحة بتاعت السطح المعرضة وفرق درجات الحرارة درجات الحرارة السطح ودرجات الحرارة الهواء طب تعال بقى انتقال الحرارة بالحمل القصري اللي هو بس بقىいい تمام؟ فيه البقى بالحامل الطبيعي أما بقى 카메라 وهو بالحامل الجاب الى بس اخدم فيه مروحة. بيبقى عند الكيو بسوي في فرق درجات الحرارة برضو. باختصار هو تعالى بقى نشوف كده. الحمل الطبيعي نتيجة تغيار الكسافة المائة. اما الحمل الجابري نتيجة دفع المائة. طبعا الكيو بالوقت الكيو اللي يسموه له معدل انتقال حرارة. ليبقى بالشكل ده كده. بالوقت لكل متر مربع. ليسوي على المساحة. وبالتالي تديني واط لكل متر ايه? مربع. المعامل انتقال الحرارة بالحمل اللي هو الواط لكل متر مربع. درجة مقوية. مساحة السطح بالمتر مربع. فرق درجات الحرارة بالمقوي. تمام? اه دي القيام انتقال الحرارة بالحمل اللي هي بالنسبة للأسطح. اه سواء كان هوا ساكن او 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 بس الكلام ده احنا مش بنلجأ له هو بيجيب لك الكيمة ديت على طول. تعالى كده ناخد مسال على الموضوع دوت. مسال مهم جدا. جدار سخت. مساحته تلاتة متر مربع. ودرجة حرارته تسعين درجة موية. يمر بجواره هواء حر. درجة حرارته تلاتين. ومعامل انتقال الحرارة بالحمل للهوى. ستة واط لكل متر مربع درجة. احسب معدل انتقال الحرارة من الحائط الى الهوى. عايز كيو. عندك هنا جيب لك الايه? تلاتة متر المربع. جاب لك الايتش معامل انتقال الحرارة بالحمل. تمام? وعندي هنا تفرد درجة الحرارة اه تسعين وتلاتين. اه بيساوي في الايه فرد درجة الحرارة. طبعا كل حاجة هنا تعود مباشرة ما فيش اي حاجة. الايتش بستة. وعندي هنا الايه بتلاتة. وعندي هنا فرد درجة الحرارة تسعين نقص تلاتين. تطلع لهنا الف تمانين واط. تمام? لو جبت الوحدات دي كلها وده ربطات بعضها. تطلع لك هنا الوحدة بالواط. مسال تاني ازا كان معدل انتقال حرارة من لوح معدن. اه معدل انتقال حرارة كام? ده هو جاب لك الكيو سمول بقى. اللي هي الالف واط لكل متر مربع. اللي هي بساوي كيو على المساح. ودرجة حرارة سطح اللوح جاب لك درجة حرارة هنا وهنا. احسن معدل انتقال حرارة بالحمل. عند هنا وات الكيو. نبص كده مع بعض. كيو كونفكشن على المساحة. بيديك الكيو نفسها بالف واط. تمام? كويس جد. طب تعال بقى كده ناخد القانون بتاعي. الكيو سمول بتساوي في فرق درجات الايه? الحرارة. تمام? انا ما نشلت الكيو والايه? وحطيت بدلها الايه كيو كونفكشن ايه كيو سمول. تمام? بيبقى بتساوي نهوات كلام ده كل ده موجود. الاتش موجودة. ودرجة حرارة السطح موجود. ودرجة حرارة موجود. اقدر الكلام ده وتقدر اعمله بكل سهولة. اقدر اجيبي الاتش. كويس جدا. انا عند كيو كونفكشن موجودة اهي? بالف. طبعا هتروح الناحية التانية مقصومة. هتبقى مية وعشرين نقص عشرين. ويطلع هنا هوات بالالحز بها تطلع لي عشرة واط لكل متر مربع درجة. المسال كمان. يعني احنا بناخد امثلة كتيرة هو عشان نفهم بقى الموضوع. احسب كيميات الحرارة منتقلة بالحملة خلال حقاة مساحته كزا. ازا كان معامل انتقال الحرارة بالحملة كزا. وكانت درجة حرارة الهواء الداخلي. ماشي. ناخد الداتا كده واحدة واحدة. الداتا عند المساحة. الاتش. وفرق درجات الحرارة. تي اس نقوة تي اف. تعال بقى كده كيو كونفكشن. بتعود مباشر مفوش اي حاجة. الاتش عندي انهوات بعشرين. حطتها. تمام? المساحة عندي هنا بخمسين. اهي. حطتها. وفرق درجات الحرارة الكبير نقص صغيرة. عشان ما تطلع ليش هنا هوات بالسالب. هتبقى انهوات تسعة وطلعاتين. اصنين واشيين. في الاخر تطلع لي سبعتاشر واط. تمام? نخش بقى. على انتقال الحرارة. بالتوصيل. تنتقل الحرارة بالتوصيل قلنا من جسم صلب. اخلى للجسم الايه? السلب. تمام? زي قلنا كده من الحيطة السطح الداخلي لسطح الايه الخارجي. طب القانون بتاع اللي انا بشتغل عليه. الكيو بساوي كيه معامل انتقال الحرارة بالتوصيل في الايه اللي هي المساحة. في الدلتا تيل هي فرق درجات الحرارة بين سطح الداخلي وسطها الخارجي. على دلتا اكس اللي هو سمك الحقت اللي هو ايه? في انتقال ايه? حرارة. طبعا ده بعرفك بكل حاجة. تمام? واطلق على معدلة دي اسمه معدلة للتوصيل الحراري. بص كده معي. احنا قلنا مسلا هنعتبر ندوة الحقت اللي في انتقال حرارة من السطح اللي بره للسطح اللي جوه. تمام? ايه? عندي هنا درجة الحرارة اللي موجودة بره لع السطح هنا. وهنا درجة الحرارة موجودة على السطح هنا. دي فرية درجة الحرارة. طب. اللي هي دلت اكس اللي هو الصوم كده. احيو ده. تمام? عندي المساحة. المساحة اللي هي معارضة لانتقال حرارة هي المتعاولة اه معمولة باللون الاصفر ده. دي كلها المساحة. طبعا لو حقت بقول تقول فعرض. تمام? الكيه ويقول لك معامل انتقال حرارة بالتوصيل للحيطة دي. يقول لك مسلا ده الطوب. الطوب مسلا معامل انتقال حرارة بالتوصيل بتاعه كزا. بس ممكن يبقى عندك طبقة. ممكن عندك طبقتين. ممكن عندك ثلاثة طبقات كل واحدة بالكيب بتاعته. تمام? وبعرفك بكل واحدة من اللي موجودة قدامك. اه انتقال حرارة بالتوصيل. اه دي ممكن احسب معدل انتقال حرارة بالتوصيل. لها كيو سمول بتسوي كيو كابتل على الاريا اللي هي المساحة. تديني هنا واط لكل متو مربع. تمام? يبقى ان لو دك انتقال حرارة بالتوصيل بالواط يبقى هو قصده الكيو اللي هي كابتل اما لك واط لكل متو مربع. لهو لهو ده معدل انتقال حرارة بالتوصيل. وعندي بقى الجدوى ده بيوضح للقيم اه الكيب بتاع كل حاجة. يعني مسلا التوب العادي والتوب كل حاجة وليها الكيب بتاع التلاع معامل انتقال الحرارة بالتوصيل بتاعتي. طبعا الكلام ده مش بتحفز سوى لو جات لك حاجة زي كده بيجي لك معطا. تعال ناخد المسال ده احسب كمية الحرارة منتقلة بالتوصيل خلال حقاة ابعاده كزا. ازا كان معامل انتقال الحرارة بالتوصيل كزا وكان فرد الحرارة على جنبي الحقاة تمام. ناخد المعطيات على طول. الداتة بتاعتي اقول هنا الايه? بيساوي ايه? خلي بالك. اه المساحة والفعرض يبقى اربعة في عشر. يبقى اربعين متر مربع. تمام? اه الكيب معامل انتقال الحب التوصيل للحيطة بتسعة واربعين من مية واطل كل متر درجة. احطاه. كان فرد درجات الحرارة اللي هي الدلتا تي خمستاشر او مكتب القانون بتاعي. ومديك الدلتا اكسي كمان بتلاتة من مية. بس خلي بالك. انا هنا شغال كله بالمتر. تمام? هنا بالمتر وهنا بالمتر والقانون هنا في المتر. جال لك هنا وقت سمك الحوض بتلاتة سنتيمتر. التلاتة دي على طول ده بيلغبطك. لازم تحولها لمتر. تمام? ما ينفعش تشغل سنتي مع متر. طب تلاتة سنتي للمتر يبقى اقسم على مية وبتاتة من مية. اعوض. وبالتالي القانون مدام انا حافظه اقدر اعوض تعاوض مباشرة على طول. كيف الايه دلتا تي على دلتا اكس. وديني هنا في الاخر تسعة تلاف وتمينمية واط. لو انا عايزها بالكيلو واط اقسم على الف وبديلها ديني تسعة وتمانية من عشرة كيلو واط. ده مسال تاني. حيطة هو. ناخد الداتة على طول. مديني اتنين من عشرة واط لكل متر لدرجة. وفرد درجات الحرارة عشرة. تمام? ومديني الدلتا اكس. تلاتة سنتي يعني تلاتة من مية متر. اعوض تعاوض على طول. الكيه اه معدد انتقال حرارة. بساو كيه دلتا تي على دلتا اكس. تمام? اعوض عند الكيه موجودة. والدلتا تي والدلتا اكس يديني هنا في الاخر ستة وستين وسبعة من عشرة واط لكل متر مربع. انتقال حرارة بالاشعاع. تمام? تنتقل حرارة بالاشعاع على شكل موجات كهرامغناطسية. وبالتالي تحتاج الى وسط مادة لنقلها كما هو الحال في التوصيل والحمل. طبعا انتقال حرارة بالاشعاع عندي كزا طريقة مسلا من اللمبة للهواء المحيط لها ده بالاشعاع. ومن النار نفس الكلام لو فيه اناء نفس الكلام ده بالاشعاع. او من الهوة من الشمس برضو اه بالاشعاع. دي طرق انتقال حرارة بالاشعاع. طبعا القانون اللي انا بشتغل به قانون ستيفن بلتزمان. عندي نهوة نشوف كده. عندي القانون القانون بيقول الكيول هي كمية الحرارة. طبعا دي بالواط. وعندي هنا ثابت بلتزمان. ده كمية ثابتة. بيجيب بقى لو انت ما تحفزهاش ممكن يجيبها لك معطة في المسألة. عندي الهوة الانبعاسية تكون كمية واحد في حالة ازا كان السطح دوت لونه اسود. لو سطح لونه تاني بيجيبها لك بيجيب لك كمية بتاعتها. طبعا الايل هي مساحة السطح. اه بالمتر مربع. خلي بلك بقى الاتي هنا ود بالكيلفين. درجة الحرارة بالكيلفين. التمرين مطوب بالاجابة عنه. احسب كمية الحرارة المكتسبة لرفع درجة حرارة. ده طبعا التمرين دوت المفروض اللي احنا نحله في البيت. تمام? تعالوا اكدنا ناخد بقى العمليات الخاصة بنواصيل التبريد. اللي هي عمليات القطع. تمام? لانا بستخدم سكينة قطع والكلام ده بيتم داخل الورشة. بيجي للمواسير وعايز احتاج لانا قطعها. بيبقى عن طريق سكينة القطع. توسيع المواسير بتبقى عن طريق المنجلة والجاكوش. وبيتم بالعملية زي ما احنا شايفين كده وقت بيطلع المصورة تقريبا تسعة ملي. وبيتم عملية التوسيع تمام? بالدق على اه المصمر اه بتاعي لانا شغال به الخاص بالمنجلة. تمام? وبعد كده بركب المصورة في المصورة. عملية الفلير. تبقى بتبقى عندي منجلة الفلير. تمام? وبحط هنا اوض المصورة. بس قبل ما اركب احط المصورة بمحاطفة السمولة الاول. وبعد كده بعمل عملية الفلير عشان اعمل عملية روباط المواسير بعدها ببعض زي. والكلام ده مشهور في عملية اللي ايه? اجلس التكييف في عملية الروباط الوحدة او اربط الوحدة الداخلية بالوحدة اللي ايه? الخارجية. وبالشكل بزي ما احنا شايفين كده. تمام? المصورة بتطلع تقريبا تلاتة ملي وبيبقى لها القانون برضو للموضوع ده. بس في الناحية العملية كلها ما يستخدم تقريبا بيبقى تلاتة ملي. طبعا لو عندي مصورة وعايز اعمل لها عملية خفز والحام بقى عن طريق الزرة دية الموجودة معي. اسمها كلابة. طب عملية سانية ما اسير ده مهمة جدا بقى. لو عندي مصورة وعامل لها عملية تكويع. طب انا عايز عندي مصورة وعايز احسب مسلا عندي دوتو تلاتين سنتي. او تلاتين ملي. وهنا تلاتين مسلا آآ ملي متر. طب الحتة اللي انا عمل لها عملية تكويع ديت. لو انا جيت فردتها توليتو بقى ادي ايه? ده القانون بتاعها. نبص كده مع بعض. عندي هنا وقت الكتر ده الاول آآ ربع بوصة يعني ستة وخمسة وتلاتين ملي متر. تمام? الطول بقى بيسوي ايه? لما عندي اوم ايه ربع في اتنين باي في الار اللي هو نص الكتر. او ممكن اقول باي على اتنين مضروبة في اتنين وعشرين زائد دي على اتنين. تمام? اوم درب هنا. لو انا عايز اعود بقى مش دي مصورة ربع بوصة. ادي ربع في اتنين باي باي تلاتة واربعتاشر من مية. في الار لو ده تكوية ربع يبقى خمسة وعشرين ملي. تمام? يطلع لهنا هو التول تسعة وتلاتين وتلاتة من عشرة. تمام? يعني تقريبا اربعين ملي. كده انا عايز اطلق بال بالاتنين. بالقانون ده او بالقانون ده. الاتنين تلعو لك به اربعين ملي. يبقى تكوية الربع للمصورة الربع بوصة. عندي اهوة عندي اه تقريبا بيوصل الطول اربعين ملي. تعال كده. طيب ده لو عايز احسب بالطول المصورة بقى من اولها الاخيرة. عندي هنا والتلاتين وهنا تلاتين وحنا طلعنا دي اربعين تبقى مية. تعال بقى تكوية النص القانون اللي انا بشتغل عليه. النص في اتنين باي في الار. نص في اتنين باي. الاولاني كان ايه بنقول ايه? ربع في اتنين باي في الار. ده بقى نص. نعوض يطلع لك تقريبا تمانين ملي. طبعا لما تعود بالقانون ده? لما بالقانون ده? هيطلع لك هنا ايه? الطول. طول المصورة كله بقى كزم. وكده انتهي نا من المخرج التاني. تعال بقى نخش على المخرج التالت. طرق مخرج التالسة اه بسيط جدا مفوش اي حاجة. بيتكلم على طرق توصيل الموسير عن طريق الوصلات المجمع واللحام. تعال كده. طرق توصيل الموسير. توصيل موسير عن طريق الوصلات المجمع او عن طريق عملية اللحام. تمام? الوصلات المجمعة آآ بيتكلم هنا بنتيم بيستخدمها بشكل واسع آآ في طريقة الوصل او اللحام وزلك لجمع اجزاء دوائر التبريد والتكييف. عن طريق الوصلات المجمعة زي ما احنا شايفين اهي اللي احنا لسا وغدينها عملية الايه? الفلير والسامولة. عندي هنا سامولة الفلير. وبتبقى بالشكل ده لو انا عايز اربط مصورة بمصورة بيبقى باختر السامولة ديت او الوصلة ديت. فيه عند انهوات وصلات اهي? على شكل حرف تي. وعلى شكل كوة. دي الوصلات الموجودة. عن طريق اللحام لانا بعمل عملية توسيع وبيدخل مصورة في مصورة. يبقى عن طريق اللحام او عن طريق الوصلات المجمعة. بقى اقدر اوصل للموسر بعدها ببعض. اللي احتياطات الواجب مراعطة اثناء عملية اللحام لازم اخد بالي جدا وانا بعمل عملية اللحام. اه اتبع الارشادات كويس قوي. ارتدي الملابس الواقية. تمام? البس النظارة الواقية. الحزاء الواقي. تمام? بلبس الخوزة الواقية. عند الجوانتي. تمام? وطبعا دي العدد اللي بتم استخدامها اسماء عملية اللحام. اسمها عشان الصوت العالي لو انا شغال في المصنع. الكمامة. تمام? تعال بقى كده انا اخد سباك اللحام ومساعد اللحام. سباك اللحام فعندي سباكة اللحام الفضة وسباك النحاس. دي اللي انا بستخدمها في عملية اللحام. تمام? مساعد اللحام عند اللي هو اللي هو البودرة. الشروط اللي واجب توفرها لتحقيق جودة اللحام. ان تكون درجة حرارة النصهار لسبيكة اللحام المستخدمة اقل من درجة النسهار اي طرف من طرفها الوصلة بيتم تنظيف اسطح الوصلة تنظيفها التمن ان يتم تسييل سبيكة اللحام المنصارة على سطح المعدة الاصل للوصلة لملء السهارة الضيقة للوصلة بسبيكة اللحام المنصارة. كده نكون خلصنا المخرج التالت. تعال كده ناخد بقى بعض الاسئلة الموجودة على المخرج ده. بيجي اسألني هنا يجي يقول لي ايه? سبيكة من النحاس والزينك تحتوى على نسبة من الزينك تتروح من عشرين في المية لستة وتتين في المية. دي بقى اللي هي ايه? نحاس احمر اصفر برونز ها النحاس الاصفر. تمام? بيحتوي على نسبة من الزينك تتروح من عشرين لستة وتتين في المية. يستخدم البرونز في مجال التبريد وتكييف الهواء في لحامل مواصر النحاس صناعة المجففات مساعدات الصهر الوصلات التي تعرض لضغوط عالية. في الوصلات لا تتعرض لضغوط عالية. ناخد بانا من خصائص البرونز. متانة شديدة مكاومة عليها للتآكل. مكاومة الاحمال الموسرة. كل ده. عندي هنا وقت يستخدم النحاس الاصفر في صناعة المواسير المستخدمة لمروم مركب التبريد في معادة التي تستخدم في النشادر. دي يبقى النحاس الاصفر. بيستخدم ما عادة المراكبة التبريد اللي بيستخدم معها اللي هو النشادر. من خصائص النحاس الاصفر نخلي بقى ايه هو? قدرته العالية على السحب معه قبلته للاستطالة. ناخد كده تبادل الحرارة بين سطح صلب مع مائع يصمى انتقال الحرارة بالحمل. انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي اعتمد على حدوث تغير يؤدي الى حركته. تمام? اللي هو حركة حركته لا يتغير في حركة المائع. تنقسم عنواع مؤسير النحاس المستخدمة في مجال التبريد والتكيف وفقا للصمك والمرونة. اكتب القانون الذي يوضح العلاقة بين الكسافة والكتلة والحجم اللي هو الرو بيس او الامة على الفي. اذكر لعمليات المستخدمة اه مؤسير التبريد فرد مؤسير والقاطع والتاني والتوسية وعمل الشفة واللحام المؤسير النحاس. طبعا ده مسال تعال نبص عليه كده بسرعة. احسب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد كيلو جرام من الماء من خمسة لخمسة وعشرين ازا علمت كزا. اخد الدات على طول اهم حاطتها. الكتلة درجة الحرارة. والقانون بتاعة لنا هستخدم الكيو بساوي الام سي بي دلتا تي هيبقى بالشكل دوت وفي الاخر يطلع لي الوحدة بالتلاتة وتمانين من مية واربعة وسبعين كيلو جول. نفس الكلام هنا باخد الداتا بتاعتي بقوم كتبها. واستخدم الكانون بتاع برضي. نفس الكانون. الكانون بيقول لي الكيو بساوي الام سي بي دلتا تي ويطلع لي الوحدة عندنا هوت بالكيلو جول. طبعا ده طبعا كل آآ ما موجود في الوحدة الرابعة ووحدة التشكيل المواسير والحمى ووحدة مهمة جدا وبسيطة ولزيزة وقلنا اهم حاجة فيها من وجهة نظري موضوع او باب اللي هو فيه انتقال الحرارة نقطة مهمة جدا الهيتران سفير وقلنا انتقال الحرارة بالحمل والتوصيل والشاع بكده نقوم انتهينا من الوحدة الرابعة والاسئلة المتعلقة بالوحدة الرابعة ان شاء الله نشوفكم على خير في الوحدة الجاية واتمنى اكون وفقت في عرض المادة العلمية وشكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته